لديه مخزون كبير جدا ومعنى أن الأسلحة ما زالت تصله بكثافة وقدرات كبيرة لكن الاستهدافة الأمريكية ليست مؤثرة ولا تضرب الأهداف المطلوبة وعندما نقول أن أمريكا تعاني منتخبط كبير وأمريكا ليس لديها بنك معلومات أو بنك أهداف كبير جدا أو لا يجد لديها معلومات كبيرة نحن أكثر معرفة بالحوثي ونحن أكثر معرفة كيف يقاتل الحوثي وكيف يتحرك الحوثي في معركته الحوثي يتمنى أن تستمر هذه المعركة إلى أقصى وقت ممكن لأنه طالما وضربات الحوثي الأمريكية وبريطانية بهذا المستوى وبهذا الضعف وبهذا الأداء فأن الحوثي سيستمر في التصعيد وكما قلت لك أن الحوثي يضرب ويتحرك ويستخرج الأسلحة من الجبال ومن المخازن المحصنة جيدا بقدر ما يريد كل يوم ويطلقها ويتحرك ويتنقل المكان وبالتالي استمرار الضربات الأمريكية بهذا الشكل أعتقد أنه لا يضعف الحوثي ولا يحدد من جدراته على الطلاق وبالعكس الحوثي يقوى إعلاميا ويقوى معنويا ويقوى سياسيا وبشكل كبير نعم أسألك أيضا على دائما هناك حديث عن أسلحة متطورة تقع في يد الميليشيات الحوثية كنا تحدثنا سابقا عن الغواصات المسيارة كما أن هناك طائرات مسيارة هناك غواصات مسيارة نتحدث الآن عن نوعية الصواريخ التي تستخدم لضرب ناقلات النفط أو الناقلات في الخليج إلى أي حد في البحر الأحمر عفوا إلى أي حد يمكن أن تتابع تطور في هذه الصواريخ أولا كانت تسليح الحوثي بالنسبة للبحرية كانت عبارة عن أسلحة روسية للبحرية اليمنية السابقة عبارة عن صواريخ روبيج مدها 40 كيلو متر وهي صواريخ روسية ويضا صواريخ صينية نوع سيم 801 وكانت بحر بحر ولكن تم تطويرها عن طريق الكورين أيام البحرية أو أيام البحرية المنية السابقة وبدأت وتم ضبطها برادرت وتم إطلاقها من البر إلى البحر لكن اليوم إضافة إلى استخدام الزوارق المفقخة السابقة والألغام البحرية ولكن اليوم تم إدخال منظمة صواريخ متطورة وصلت إلى أيدي الحوثين وهي صواريخ الكروز والصواريخ المجنحة إضافة إلى الغواصات وهي غواصات تنفذ عمالها القتالية بطريقة الزوارق الامتحارية وهي تغوص تحت الماء بدرجة معينة وتستطيع أن تصل إلى هدافها وتؤذي السفينة على سطح البحر أو تحت قليل حتى تضمن غرق هذه السفينة وإضافة إلى الصواريخ المجنحة التي وصلت إلى الحوثين وهي صواريخ متطورة جدا هي صواريخ ذكية وتصيب أهدافها بدقة عالية إضافة إلى أنها أيضا تستخدم الفست تقنية في نسبة للضرب وهي تصل إلى قرب السفينة أو الهدف وتغوص تحت الماء أو على سطح الماء وتقوم بالتفجير وبالتالي الحوثية اليوم امتلك فعلا أصلحة إيرانية وما زالت إذا أفترض أن المعركة ستستمر أكيد أن هناك أسلحة ستصل بشكل مستمر وستطوى تلك الأسلحة سيد محمد الكوميم المحلل العسكري والأمني كان مع من القاهرة شكرا جزيلا لك سيد محمد